السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اليوم توقعاتنا اليوم الاثنين ثلاثة عشرين الثاني نوفمبر طبعا القمر اليوم استقر في برج العقرب ورح يظل القمر موجود في برج العقرب لغاية الساعة 22 دقيقة من صباح يوم الثلاثاء لينتقل القمر بعديها لبرج القوس طبعا القمر الآن موجود في منزلة القلب وهي منزلة للضفر والنصر والثبات والربح والسلامة ورح يظل القمر موجود في هاي المنزل لغاية الساعة 10 و44 دقيقة من صباح اليوم الاثنين لينتقل القمر بعديها لمنزلة الشولى وهي منزلة للضفر والتفريق والسلامة والربح والخراب والتسليط طبعا القمر بما انه موجود في برج العقرب اليوم معناته ما منعرف حل وسط في تصرفاتنا ولا في علاقاتنا يا بنحب يا بنكره يا بنتقرب يا بنبعد يا بنتواصل مع الغير يا بنقطع العلاقات وبيلعب الجنس دور مهم في حياتنا احنا بحاجة للتحكم في عواطفنا وتصرفاتنا بشكل جيد وخاصة للاشخاص اللي بيعانوا من مشاكل او ضغط عاطفي لانه ممكن ينفجروا في وجه اي شخص بمم بأي مواجهة او كلمة او انتقاد بوجه اي شخص لا لهم يمكن الاهتمام فيما يتعلق بشركات التأمين او الضريبة او البنوك او قراءة رواية او مشاهدة فيلم مغامرات او اتخاذ قرار مهم او الاهتمام بمسائل تتعلق بالعقارات بالنسبة للزوايا الفلكية طبعا اول زاوية رح نتكلم عنها وهي زاوية اقتران ايجابية رح تكون بين القمر وبين الشمس وتعنيها اي ولادة الهلال او القمر الجديد رح تكون الساعة تسعة وسبع وعشرين دقيقة صباحا نولي مزيد من الاهتمام لصحتنا نطلق المساندة والدعم من الاصدقاء منتجه لتغليب العقل ومنصبح اكثر قدرة على السيطرة على مشاعرنا وبتساعدنا على التوازن والثقة بالنفس والنجاح بالعلاقات العاطفية اما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية التقابل السلبية بين القمر وبين اورانوس هاي الزاوية رح تكون ساعة عشرة وخمس دقائق صباحا تخلق لدينا شعور بالملل من اي عمل روتيني يفضل اخذ فترة من الراحة لاستعادة نشاطنا من جديد ممكن يفاجئنا البعض بشيء غير متوقع وممكن يصدر منا ما هو غير متوقع اتجاه البعض كذلك من ناحية سلبية يعني برضو بتجعلنا سريعين التأثر وعندين غريبين الاطوار بتعرضنا لتغييرات مفاجئة في الرأي او في العواطف وبتدفعنا لعلاقات عابرة ممكن تعرضنا للفراق اما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية اقتران سلبي بين القمر وبين المريخ هاي الزاوية رح تكون ساعة 12 و18 دقيقة ظهرا بخلق هذا الاتصال لدينا شعور بالملل من اي عمل روتيني فمن كون بحاجة للهدوء والتحلي بالصبر في اي مسعى من قوم فيه يفضل اخذ فترة من الراحة لاستعادة نشاطنا من جديد واللي بكون محبط عاطفيا بثور ثورة عارمين من الغضب تجعلنا عدوانيين كثيرين الصمت مبغضين للنساء بتزيد من خيالنا بتدفعنا لأقصى حدود السلبية بتسببنا خصومات مع النساء ويستحسن اللي نقوم بأي عمل مهم ونحاول انه نخلد للراحة هذه الفترة فيها تحول مضر جدا للصحة وخصوصا الصحة النفسية اما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية التثليث ايجابية بين القمر وبين نبتون هذه الزاوية راح تكون الساعة 25 دقيقة مساء بتوقيت جرينيج بتعزز الخيال الخصب وبيقوى الحدث وعليفا واكثر المستفيدين هم اللي بيعملوا بمجالات ذات صلة بذلك كالفن وديكور تجميل وهذا وقت مناسب للراحة بتزيد من حساسيتنا رومانسيتنا تمنحنا كفاءات للأعمال الفنية او للعمل المسرحي او للروحانيات اما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية بطيئة خطيرة ذكرناها يوم 5-11 هي زاوية التقابل السلبية اللي بين الشمس وبين اورانوس قلنا انه هاي الزاوية من يوم 5-11 ليوم 21-11 تأثيراتها طبعا اليوم ذروتها الساعة 25 دقيقة مساء بيتمرد بعض الاشخاص وبيتصرفوا دون اكتراث للعواقب كما انه بيتمرد بعض الابناء على اهاليهم غالبا ما تحدث بعض الثورات او الانقلابات العسكرية او الاغتيالات في مثل هاي الوضعية بتزيد من عنادتنا واندفاعنا واستقلالية يعني شديدة وغريبة ايضا تجعلنا نقطئ في احكامنا وبرضو تعمل نوع من انواع التحولات العنيفة في حياتنا من ميلة المبالغة في تقدير قوانا وهذا الشيء ممكن يعرضنا لتوععكات قلبية او تشنجات اما دوليا فهي بالدل على تغييرات او ازمات مفاجئة في حكوم ما واحتمال اضربات واشتباكات مع السلطات بسبب تضييق القناق على الحريات العامة وبرضو بالدل كذلك على حوادث طبيعية مدمرة كالعواصف والزلازل وسقوط الطائرات وحوادث الها علاقة بالسكة الحديد وبرضو انه برضو بالدل على امور عسكرية واغتيالات وبعض الثورات اما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية التسديس ايجابية بين القمر وبين بلوتو هاي الزاوية راح تكون الساعة 11 و3 دقائق مساء بتعزز قدرتنا على السيطرة على مشاعرنا وافكارنا ونتمكن من الغوص عميقا في نفوسنا واحداث التغييرات المطلوبة تمنحنا حكم صائب ومواهب روحانية وبتدفعنا للابداع بعد هاي الزاوية مباشرة بيبدأ عنا خلو المسار خلو المسار للقمر راح يبدأ الساعة 11 و3 دقائق مساء من مساء اليوم الاثنين ورح يستمر لغاية الساعة 22 و22 دقيقة صباحا بتوقيت جرينتش من صباح يوم الثلاثاء يعني بمعنى آخر مدته ثلاث ساعات ولكنه بيبدأ من ساعات المساء لغاية ساعات الفجر هذا بيعني أن الفترة المذكورة لا تصلح للبدء بأي عمل جديد أو مهم مثل توقيع عقد أو خطوبة أو زواج أو شراء شيء ثمين بل إكمال العمل اللي بدأنا فيه قبل خلو المسار بالنسبة للأعضاء اللي في جسمنا الأكثر حساسية واللي لازم نوفر لها العناية الإضافية اليوم عنا الأعضاء التناسلية المستقيم الشرج الإحليل الغداد التناسلية المبايد لبرستاتا عظم العانى والجينات بالنسبة لهذا اليوم طبعا ما فيه أي مشاكل لإجراء العمليات الجراحية دون الأعضاء اللي ذكرناها مناسب لعمليات التجميل مثل الحقن والجراحة أيضا لا يصلح لإزالة الشعر الزائد بما أن القمر بدأ بمراحل الولادة يصلح لقص الشعر التجميلي والصبغ ويصلح أيضا للقص العلاجي بالنسبة لعمر القمر عمر القمر الجديد عمره 29 يوم في تمام الساعة 58 دقيقة صباحا بصير 30 يوم وقلنا أن الساعة 9 للعشرة بتوقيت جرينش بنولد الهلال الجديد فأدن نسبة الإضاءة صفر أما بالنسبة لمزاج الكواكب وطباع الكواكب لهذا اليوم الشمس في العقرب حتى يوم 22-11 سعيدة بالنسبة 15% القمر في العقرب حتى يوم 14-11 منتحس الآن بالنسبة 50% في ساعات الصباح منتحس بنسبة 25% في ساعات الظهر منتحس بنسبة 50% في ساعات العصر منتحس بنسبة 10% عطارد في القوس حتى يوم 21-12 سعيد بنسبة 10% الزهرة في الميزان حتى يوم 4-12 منتحس بنسبة 10% المريخ في العقرب حتى يوم 24-11 سعيد الآن بنسبة 15% في ساعات المساء منتحس بنسبة 10% المشتري في الثورة بيتراجع حتى يوم 31-12 منتحس بنسبة 15% زحل في الحوت حتى يوم 29-6 سعيد بنسبة 15% أورانوس في الثورة بيتراجع حتى يوم 27-1 منتحس بنسبة 5% نبتون في الحوت بيتراجع حتى يوم 6-12 منتحس بنسبة 15% وبلوتوف الجدي حتى يوم 2 خمس سعيد بنسبة 15% وصلنا للتوقعات اليومية برج الحمل بالنسبة لموليد برج الحمل طبعا اليوم بيحمل لكم فرصة لمكسب مالي مصدر شراكة او تعويض ولكن صحتكم او صحت قريب للكم بتكون بحاجة للرعاية ممكن يتغير الوضع لصالحكم شرط التحلي بالليونة والدبلوماسية في التفاوض ممكن تضطر لتقديم التنازلات او تصحيح الاخطاء اهمش انك تتقبل اراء الاخرين بدون تحفظ ممكن تنشغل بمعاملة او ملف برج الثور بينصب تفكيركم حول تدعيم شراكاتكم ولكن بتكون تحافظوا على هدوء اعصابكم نفرد صوتكم ما تعرضوا لقاءكم للفشل تحمل هاي الفترة نوع من انواع التوتر لانها تعتبر من اكثر ايام الشهر الضغط عشان هيك بدك تحاذر من الخصام وما تعادي احد وتجنب الخلافات كليا خصمك قوي وطباعك مش هادئة هذا اليوم برج الجوزة بالنسبة لموليد برج الجوزة طبعا اليوم بتكون تنجزوا ما بوسعكم من العمل المتراكم نظموا جدول غذاكم وخذوا قسط من الراحة من وقت لا اخر ممكن ترتاح لصير بعض الامور الروتينية بالرغم من كثافة العمل ولكن بدك تركز على الاعمال المهمة والضرورية وحاول انك تراعي ظروفك الصحية اليوم بتعيد ترتيب الاوضاع وبتتحسن الاحوال برج السرطان بالنسبة لموليد برج السرطان طبعا بتجتازه يوم ايجابي بيبعث على البهج والانشراح وما بيتخلى الحظ عنكم عاطفيا وماليا ويعتبر اليوم بيحمل لكم فرصة مناسبة لتحقيق انجاز اهمش انك تضع مخاوفك جانبا وما تتهرب الاجواء مناسبة للتلاقي والتعارف والحب والغرام ويعتبر هذا اليوم من اجمل ايام الشهر واكثرها حظا برج الاسد بالنسبة لموليد برج الاسد طبعا اليوم بتنهمكوا في ادخال تعديل على مسكنكم منكم اشخاص اليوم ممكن يغيروا سكنهم وبتميلوا للتقارب مع افراد العائلة او مديد العون لالهم اهم اشي انك ما تسمح لبعض الالتباسات العائلية او الشخصية بانها تأثر على استقرارك بتنهمك بحل مسائل عائلية او شخصية وبتبدو قلق وممكن تتذمر لأقل اشارة برج العذراء بالنسبة لموليد برج العذراء بتنشطه في الدراسة والسفر والاتصالات اليوم بنشاط عالي جدا ويعتبر هذا اليوم مناسب للخروج في نزهة قصيرة ولتعزيز العلاقة مع اخ او جار ممكن اليوم تقوم بمفاوضات حثيثة ومفيدة عبر عن رأيك فاوض بجراءة اليوم انت بتتميز بسرعة خاطر وبديها عالي جدا والقدرة على ايجاد الحلول برج الميزان بينصب اهتمامكم حول ضبط ميزانيتكم والفرصة متاحة للحصول على مال بيكون على الاغلب من عمل اضافي بتتحسن المعنويات وبتقوى الثقة بالنفس بتختفي الهموم وبتطمئن الهواجس اهم مش انك توظف اموالك بشكل حكيم ممكن تحصل على ربح من جهة اجنبية او غريبة برج العقرب بالنسبة لموليد برج العقرب طبعا بتنشطه اليوم بشكل عالي جدا لان القمر صار موجود عندكم فعندكم نشاط وحيوية وبينجذبلكم افراد من الجنس الاخر بادروا لخطوة جديدة من شأنها ندعم من مركزكم الاجتماعي بتستعيد حماستك وبتنطلق فيه تنفيذ خطة او فكرة جديدة ممكن تتلقى اشارة او خبر تنتعش العواطف وبتزدهر اللقاءات ممكن تتلقى مفاجأة سارة وربما تفرح لحدث كبير يعني فترة ممتازة برج القوس بالنسبة لموليد برج القوس طبعا يوم اخر غير مريح صحيا ونفسيا رغم عدم وجود اي مخاطر لان القمر موجود في بيت المتاعب فقط انجزوا فقط ما بوسعكم من العمل الضروري واخلدوا للراحة ابعد عن المغامرة والرهان على الحض ممكن يتعاني من تراجع في الارباح والمعنويات والحيوية اهمش انك ما تجازف بسلامتك فترة فارغة من الحضوظ برج الجديد بالنسبة لموليد برج الجدي طبعا بتنشطه اجتماعيا وبتلتقوا اشخاص بترتاحوا لصحبتهم ووسعكم تحقيق امنية بمساعدة صديق هاي فترة مميزة للتحالف والتعاون والمشاركة الفعلية اقتنس الوقت المناسب لاعلان رأيك للحصول على موقع معين وتفاعل مع المسؤولين بمرونه برج الدلو بالنسبة لموليد برج الدلو طبعا يعتبر هذا اليوم يوم مناسب للاشخاص اللي بيبحثوا عن عمل او بيرغبوا في ادخال تحسين على طبيعة عملهم وبينجحوا في اثبات جدارتهم ونرد المسؤولين اهمش انك تحافظوا على هدوءكم وما تحاولوا اثارة المشاكل هاي فترة مهمة بتمتحنك فلا تضعف لا تستسلم لا ترتكب الاخطاء وحافظ على رصانتك وتمسك بمسؤوليتك برج الحوت بالنسبة لموليد برج الحوت طبعا اليوم رح تنشطوا بالاتصالات البعيدة او مع اشخاص خارج البلاد او مع اجانب وممكن يصلكم خبر سار من بعيد وبتشعروا بقوة العاطف مع احباكم يوم مناسب لاجراء مقابلة تستعيد حماستك وبتنطلق في تنفيذ خطة او فكرة جديدة كما انه اليوم ممكن تتلقى اشارة او خبر سار بتكون هاي الفترة نشطة جدا وبتكون محط للانطلاق بورشة جديدة يعني يوم مميز هيك من كون انتهينا من توقعاتنا لهذا اليوم والله اعلم يا رضى الله ورضى الوالدين سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك اترككم في رعاية الله وحفظه الى اللقاء اشهد ترجمة نانسي قنقر س knocking لو CRU сторон اشهد ترجمة نانسي قنقر كأنَّ من صفحات من ثم اشهد ترجمة نانسي قنقر العضور